أجرت الأجهزة التنفيذية في مختلف الحدائق أعمال الصيانة والتطوير لاستقبال عيد الفطر المبارك وفي هذا الإطار يمارس الزوار في حديقة الطفل بمدينة نصر الأنشطة المختلفة خاصة بعد تجهيز كل مسطحاتها وتطوير منطقة ألعاب الأطفال بها كعادتها في كل عيد حديقة الطفل بمدينة نصر تستقبل المواطنين بكثافة خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك للتمتع بالأنشطة المختلفة خاصة بعد تجهيز كل مسطحاتها وتطوير منطقة ألعاب الأطفال بها الحديقة طبعا عبارة عن مساحيتها 22 فدان بها أنشطة عديدة ملعب أطفال جميلة جدا في مطاعم كافتريات كافيهات في مطاعم خارجية تخدم الجمهور الحديقة تم تطويرها السنة اللي فاتت وطبعا بها تطوير شامل من مشايات كهرباء إضاءة مية رشاشات مية يعني خضرة تغيير النجلة بالكامل اعتقد الطفل هنا من أميز حضائق المشروع عندنا فما كان خضرة كتير والزارة إذا ما أنت شايف حضرتك كده الجنين مجهزين للإستابال الجمهور وعندنا ملاهي وكافهات ومع سوبر الراحة عن الجمهور نحن بنغطي الحضائق ونقدم خدمة استفاقات الأولية لأي مصابين لو حد وقع من الأطفال اللي قده الله لأي حاجة وعندنا بنقدم لو في حد محتاج أنه يتنقل للإسعاف ده متاح برضه عندنا بنتواصل مع وفاة العمالية المكازية وهم يقدمونوا عبطة الإسعاف حضيقة الطفل التي تقع على مساحة عشرين فدانا تتميز بتوفير مسارات للمشي بين مسطحاتها الخضراء الواسعة فضلا عن تجهيز مناطق خدمات لوجستية تحتوي على المطاعم ومناطق ألعاب للأطفال وهو ما جعلها مناسبة لمختلف الفئات والأعمار لا أنا هدي لـ 11 سنة بأجهل هدي لـ 11 سنة بأجيبه أولادي وأجهل لدينا تمام ودينا زال فولي أنا تمام حضيقة ممتازة ونظيفة والدنيا حلوة الحمد لله والأولاد بمبسطين بالحضيقة الأجهزة التنفيذية التي استبقت عيد الفطر بإجراء أعمال الصيانة والتطوير في مختلف الحضائق جنت ثمار جهودها بعدما أصبحت تلك الحضائق هي المتنفسة الأول للمواطنين خلال أيام العيد المبارك جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر